لكن هنا السؤال بقى اللي أنا عايزة أطراحه عليك تعال نروح بقى طالما أقولنا أخبارنا نطلع بره الدايرة دي خالص فطول ونروح لأخبار الزمالك ما هو الجديد عندك في نادي الزمالك نبتدي بالزمالك لا أول زمالك طبعا نقوم في إيجارية جوميز مصمم عليه وهيجي الخلافة على مدة التعاقد إن ست شهور أو أكتر من ست شهور مجلس الإدارة عنده رغبة إن هي تكون ست شهور علشان يشوفوا اللاعب وتكون فترة اختبار مش عايزين يمشوا وراء الجوميز إن هو مصر قوي عليه ومتواصل مع اللاعب وعمله فترة إعداد وعمله وبيتواصل وفترة كمان يعني بيتكلموا في الأمور الفنية وبيتكلموا في التاخذية كمان في كل شيء فبالتالي الجوميز مصر عليه ويمكن بعد الماتش المصري هو طلب التعاقد مع أربع لاعبين من بينهم أوفي إيجاريا ومحمود الجهاد اللي هو لعب فاركو وقد يكون فيه مهاجم كمان وظاهير مساك ظاهير مساك هم دلوقتي بعد رحيل سامسون أكينولا فضل المكان طيب بالنسبة لميشالاك الوضع إيه بالنسبة له مشالاك رافض رافض أن هو يمشي كلمو في المشيان يعني يفسخ تعاقده بالتراضي مشالاك شايف أنه ما خدش فرصته كاملة على فكرة مشالاك عشان ناس تو بعرفة بس ما فيش نية بيع يعني مشالاك جاي عرس أنا بس ويرجع أحد هو مصر على أنه يكمل فترته كاملة هو كمان شايف يعني بيكلم مع اللعيبة وبيكلم مع المقربين منه أنه هو ما شافش نادي بحجم الجماهيرية دي تعالى المستوى الوطن العربي هو لعب له هو لعف تركيا ولعف السعودية فبالتالي فهو عجباء الأجواء وجمهورنات زمالك طبعا الشعبية الكبيرة طبعا بينك ماتش السوبر أفريقي بين الزمالك والأهلي والزمالك والأهلي في السوبر مصري يخد أي لعبة أيما أنا بقول يعني هو دول المطشين اللي بدأهم اللي كان موجود فيهم هو شايف أن نجاحه مع الزمالك هتبقى نائلة بالنسبة له فمش عايز يمشي فبالتالي مش عايز يمشي بالتالي عايز فرصة بس أهم حاجة تبقى نائلة للزمالك ما هو عايز فرصة يعني هو طلب أنه ياخد فرصة أكبر لأنه شايف أنه بيتعرض لضغوط كبيرة زي مثلا عمر فرج عمر فرج جميز مش مقتنع به بدليل دفع بحسام أشرف بس عمر فرج جاي بمليون وثلتمائة ألف دولار يعني إحنا بنكلم خلي بالك كان معروض على على الأهلي وكلر رفضوا صح وبالتالي عمر فرج برضو فيه علامة استفهام كبيرة على عدم الدفع به وعدم الاستعناب به أو التعاقد حتى معاه في ظل طبعا أنه هو بالرقم اللي حررتك قلته وكمان جميز مش مقتنع به طبعا هقول لك حاجة بس مزعلش مني إحنا دايما صرح إنت أول واحد قلته إن الرجل مش مقتنع به بنتاك قبل ما يلعب فاكر وفجئنا به أساسي وكل مصر دلوقتي مقتنع به بنتاك أيما هو بنتاك كان فعلا في بداية مكامة ومود في التدريبات أنا بقولك المعلومة دي مش من من اللعيبة نفسها أنا عايزة أقولك إن اللعيبة كانت في البداية بتقول هم تعقدوا معا زي فعلا وقتا ما قلت لك الكلام ده كان في البداية خالص كان في البداية خالص أول لما تم التعاقد معا لكن خلي بالك برضو بنتاك تم الدفع به لأن جوميس كان مضطر لده طبعا كان عبد الشافي وكان فتوح طبعا الأزمة بتاعته لكن لو فتوح موجود ما كانش بنتاك هيبدأ به هو اضطر إن يبدأ ببنتاك لأن كان فيه أزمة فتوح وفي نفس الوقت عبد الشافي كان كان بعيد وفي نفس الوقت كان بنتاك قدر إن هو يستجل الفرصة